بسم الله الرحمن الرحيم نهارده النادي الاهلي عنده يوم فري أو يوم للعمرة أو يوم لللي عاوز يعمل أي حاجة على مزاجه مفيش تدريبات اليوم الأربعاء ويواصل النادي الاهلي تدريباته غدا بإذن الله تعالى الخميس السبب إن حالة الإرهاق ومستر مارسيل كولر عاوز يخرج اللعيبة من الحالة اللي هم فيها حالة الضغوط النفسية والعصبية وكثرة المشاركة في المباريات والأحداث وحكاية ورواية فقال لك نغير جو نغير جو مع اللعيبة ويخرجوا من الحالة اللي فيها دي فمتدوم النهارده يوم راحة من التدريب لكن لا صوت يعلو الآن فوق صوت المدينة البرونزية واجتماع الكابتن الخطيب مع اللاعبين ومطالبتهم بإسعاد الجماهير والفوز بالمدينة البرونزية رفض البكاء على اللبن المسكوب رفض إن إحنا نعود نتكلم على الماضي قال قدمتم مباراة رائعة وطموحاتنا كانت في النهائي ولكن قدر الله وما شاء فعل عارف إن كنتم غير سعداء بهذا الأمر عارف إن كنتم ضيعتم من نفسكم فرصة كبيرة جدا 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 لتحقق إنجاز ومجد لأنفسكم وللنادي الأهلي لكنها هي أقدار الله قدمتم مباراة رائعة وصلتم على إعتاب إنجاز جديد الفوز بالمدينة البرونزية هيعوض جمهور النادي الأهلي العظيم اللي جاء من كل مكان في العالم وليس من المملكة العربية السعودية فقط لمتابعة هذا الحدث العالمي وبالتالي عليكم إن كنتوا تفرحوا الجمهور بالفوز بالمدينة البرونزية والتركيز على تحقق هذا الحلم وهذا الهدف لعبة كلها في حالة من الحزن الشديد عشان كده مستر مرسيل كولر قدى النهاردة الأربعاء يوم فري لكل اللعبة اللي عاوز يعمل حاجة يعمل عاوز يروح يزور خاله يزور عمه يروح يعمل عمرة يروح يعمل شوبينج عاوز يقعد في الأوتيل عاوز ينزل بسين عاوز يقابل أصحابه عاوز يقابل قريبه يوم فري لكل اللعبة يعمله في اللي هم عاوزينه بس يبقى في الصبح كده يعني الفطار ومحاضرة فنية وتدريب بدني خفيف في الأوتيل وبعد كده كل واحد يعمل اللي هو عاوز طيب لايك وشير وصلي على الحبيب قلبك طيب خدها من الأسطورة والتيك العلال نجم أهلاوي كبير سيرحل على النادي الآلي في انتقالات يناير المقبل والحسم بعد مباراة السوبر في الإمارات العربية الشقيقة يومي خمسة وعشرين والنهائي تمانية وعشرين بعدها ستكون هناك مفاوضات مكسفة لرحيل هذا النجم النجم الأقرب ممكن ما يكونش محمد عب مينعم وممكن ما يكونش حسين الشحاد لكن وارد كبير جدا 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 هيبقى محمد الشناوي نسبة 90% محمد الشناوي نسبة 60% حسين الشحاد محمد عب مينعم الأهل يرفض رحيله نهائيا مهما كانت الإغراءات قالك لسه قدامه وقت محمد الشناوي أقولك الأول للناس بيقولوا إيه في قدرة الأهل قالك الشناوي 34 سنة بدأ عامه الخمسة وتلاتين يطلع موسمين ولا حاجة يعني يعمل فيهم اللي هو عاوزه نقدر نعوضه نحن نجيبه بوجبل مثلا هو حارس دولة كبير وضمن اهتمامات وترشيحات مستر روي فيتوريا للمنتخب الوطن والحارس التاني في منتخب مصر ليه بقولوا كده عرض نادي ضمك السعودي بادئ بخمسة مليون دولار بادئ بخمسة مليون دولار يعني تقدر تزوده السبعة تقدر تزوده الثمانية تقدر تزوده العشرة تقدر تعمل مميزات أخرى في نفس الوقت اللعيب سيحصل على تلاتة مليون دولار في الموسم يعني بتتكلم فيه 150 مليون جنيه مصري في الموسم هو يحصل في النادي الأهلي على 15 مليون جنيه ولا 14 مليون جنيه بإعلاناته بسرطاته ببابا غنوجي يعني 20 مليون جنيه فبالتالي فرق رهيب جدا 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 يقال والعهد على الراوي وهو مسؤول في النادي الأهلي أن جلسته مع كابتن محمود الخطيب لما كان قاعد على أرضه كابتن محمود الخطيب قاعد على كورس كان بيشرح له ظروفه وحكايته ورويته كابتن محمود الخطيب قدرت الأهلي مش عايزة تسيبه لكن قالوا نشوف العرض الرسمي ونشوف الكلام إيه وكلام من ده معلومات أنا بقى من المسؤولين في النادي الأهلي أنهم لا يمنعون في رحيل محمد الشناوي لكنهم بينهم وبين أنفسهم يشترطون الحصول على عرض بتمانية مليون دولار بتمانية مليون دولار ليه الأهلي بيفكر يبيع أو ممكن يوافق يبيع على طلب محمد الشناوي ويخرج محمد الشناوي من الباب الكبير ويعود إلى النادي الأهلي وسيكون له منصب إداري رفيع في النادي الأهلي حال عودته نظراً للتضحيات التي قدمها ونظراً لمستوى الفني وفي نفس الوقت حطوا الكورة في ملعب إدارة النادي الأهلي عاوزين تمشوني أنا تحت أمركم مش عاوزين تمشوني أنا تمنمش لكن مش هطلع أقول له الجمهور كده ولا هتكلم مع الجمهور في هذه الجزئي لكن القرار لكم نادي ضمك السعودي مصمم على الحصول على خدمات محمد الشناوي يرى أن محمد الشناوي يعني هيبقى عنصر كبير جداً 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 في نتائج الفريق أداء وأداء أمام الاتحاد السعودي خلى فيه ضغط من جماهير نادي ضمك السعودي على الإدارة لإنهاء هذه الصفقة الخيالية الأهلي بيقول لك لو جي 8 ملون دولار ماشي طب الأهلي تفكيروا إيه لو مش محمد الشناوي تفكيروا إنه هو يبقى مصطفى شبير موجود ويجيب محمد أبو جبل بالإسم بيقول لك محمد أبو جبل مش حد تاني ليه محمد أبو جبل يشيل مع مصطفى شبير يبقى أنت ويبقى تنسى محمد أبو جبل كان بديل الشناوي في نادر الناصر يعني أنت على المستقل الفني هتجيب حد جامد مش حد قليل أو أو واحد من اتنين تانية محمد صبحي الذي كان على أعتاب النادر أهلي وهو في سن مصطفى شبير ويقول لك يبقى هو مصطفى شبير بالتبادل محمد صبحي اللي هو موجود أيضا في حسابات مستر روي فيتوريا ما هو أخذ مين هو أخذ الشناوي في الأسامي اللي اتبعت الشناوي أبو جبل محمد عواد محمد صبح هياخد ثلاثة من دول معاقب كلاس الأمم فوارد يبقى يبقى محمد صبحي مع إن أنا معلوماتي أنه هيبقى محمد أبو جبل وهو اللي في حساباتي كلام اللي بقولك ده كلام ناس من المسؤولين على قدارة الكرة موجودين في السعودية والحوارات تفتح ماشي لكن الملف ده مش هيتفتح إلا بعد العودة من الصبر المصري في الإمارات بإذن الله تعالى في عروض لحسين الشحار وفي عروض لمحمد عبد المنعم ولكن الأهلي قافل الأهلي لو ما سبش الشناوي هيسيب العيد تاني ليه الأهلي يحتاج إلى الدولار مصرفاته السنوية رواتب مش صفقاء رواتب من 12 ل 15 مليون دولار في كل الألعاب والكورة والألعاب الجماعية وبالتالي وعاوز يعمل صفقاء عاوز مركز أن يعمل صفقاء هيجيب مهاجم أجنبي وهيجيب واحد تحت السن وهيجيب اتنين في مصر من مصر مهاجمين وهيجيب اتنين من مصر مهاجمين مرون عطيه أحمد أمين قف أحمد ياسر ريان التلاتة بتكلمه فيه وربما يكون بقى في واحد تاني مش في حسابات الله قاعد وهيجيبه مدافع زي ما قلتلك ماشي من زد يا أحمد العش يا إسماعيل يا محمد إسماعيل على ما إن لم تخلنا الزاكرة يا أحمد العش يا محمد إسماعيل فبالتالي هو محتاج دولار محتاج دولار فبالتالي وفي نفس الوقت مش محتاج أن العيب يقعد غصب عنه في هذه المرحلة السنية وهكذا وبعد نادي الناص اللي كان طالبه من سلتين وفي كل انتقالات بتجيله عروض خيالية وهكذا طلب الكابت محمود الخطيب أن يكون العرض خيالي وبإصرار من محمد الشناوي محمد الشناوي نفسه لكن مش عاوز يخرج من الباب الصغير عاوز يخرج هو معموله مؤتمر صحف في النادي الأهلي وموافقة ومبركة من النادي الأهلي وجمهور الأهلي موافق وحابب وقدرت النادي الأهلي موافقة وحابة لأن هذه الصفقة سوف تنعش خزينة النادي الأهلي وتعدل الميزان وهو قللك ليه طيب لايك وشيره وصلي على الحبيب قلبك يا طيب إذا كانت هناك ثلاث عروض للمجوم النادي الأهلي والشناوي يعني هو الأقرب للرحيل في يناير بإذنها تعالى فبرضه عاوز يجيب دولار ليه الزمالك النهاردة بيبيع أحمد زيسو واللي يقولك إنه مش هيتباع أقوله أنت بتعرفش حين عرضه وصل لثمانية مليون دولار وقابل للزيادة أنت محتاج المنافس بتاعك في مصر اللي هيجيب اللي هيغير جلد اللاعبة الأجانب عنده كلهم بالسلسناء المسلوسي وخدها مني معلومة ما بين يناير وما بين نهاية الموسم ماشي وخلاص يعني إرادت بموضوع رفع القيد وعمل ترتيباته سواء مع تشنبونج مع سبورت انجليش بونا سواء الفلوس اللي هتجيله سواء الأمور دي كلها محتاج يبع عندك فلوس عشان تعرف تنفس عشان تعرف تجيب صفقات وكواليتي أفضل عشان تتفي بالتزامات عشان في أزم الدولار في البلد عشان تتفاخر بين المسؤولين عن إدارة الرياضة في مصر بأنك أنت بتدخل دولار للبلد من خلال اللاعبين وده أمر له دلالاته عند من يديل الملف في الرياض إن الكورة بتدخل فلوس إن الأندية بتدخل دولار مش بتخرج دولار وده أمر مهم جدا 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 عن دمانيو دي والزمالك بيعمل ده وأحمد زيزو ماجي وأنا قلت لك إن والده سفر السعودية من ثلاثة أسابيع كده تقريبا وخلص الأمر والناس في نادي الزمالك موافق وقلت لك إن أحمد زيزو عقد جلسة في مع كابتن حسين لبيب في الكونباوند اللي ساكن فيه في اكتوبر جارديني بيوجبولك بالإسم واتفقوا على كل السيناريو لكن لا كلام أيضا إلا بعد العودة من ماتشة سجرات فاتوح هيجدد فاتوح هيجدد خلاص ليه صفقة موجودة عندك والأهل رفضها وخلاص وهتدي له فلوس ونزل للسقف المطلوب 15 مليون جنيه إنه بقى ياخد منحة مش عارف إن كلام من ده في أمور هتترتب من بره من بره نادي الزمالك وأمور من جوة نادي الزمالك وهتحدث جلسة خلال أيام القليلة المقبلة حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وهتبقى العودة جاهزة وبعد العودة من سجرات من أنجولا وأحمد فاتوح وآخرين محبين لنادي الزمالك هم اللي يخلصوا الصفقة بصفة نائية ويجد يبقى أنت حفظت على أحمد فاتوح وقومته وفي نفس الوقت لو حبيت تبيع فاتوح هتبيعه تجيب بربعة خمسة مليون دولار وإنت الكاسب كنادي الزمالك ده فكر كابتن حسين لبيب كأهلي بقى لازم أنا أبقى موجود في الصورة وعندي فكرة الدولار وما إلى ذلك وأحمد فاتوح لا يمانع في التجديد للنادي الزمالك خاصة وأنه ليس في حسابات النادي الآيلي زي ما قلت لك قبل كده بينما كان كل الناس هو أتاب يقول لك وقع قريب اتفق عمل سوى ورغم أنه كان متواصل مع بعض العناصر اللي لا علاقة بإدارة النادي الآيلي لكن كابتن محمود الخطيب رفض هذا الأمر جملة وتفصيل طيب لايك وشيرو صلي على الحبيب قلبك يا طيب اعلب اللهك يا غالي يكرمك الباري ويرضع عنك ويرضيك رمضان صبح طبعا بيرامدز خسر من ساندونز والواحد حزين على الخناء اللي عملوها مع لعاب ساندونز عمر المشهد ده ما شفناه شوف المشهد عامل ازاي شوف المشهد عامل ازاي مشهد يكسف الصراحة والسبب فيه دود الجباس السبب فيه دود الجباس اللي افتع الخناء اللي نزف ديها تسعين كانوا منزلون ويدخان افتع الخناء ما قاعد لعاب ساندونز وامر سلب للغاية هل بقى بتوع ساندونز هيطلعوا على النيابة مسلا يقدموا بلاخ في دود الجباس ولا في الكلام ده وضرب اللي اتأدبوا شايفين الدنيا عاملة ازاي كانت معجنة يعني كانت معجنة يعني لكن خلينا اروح بيك لرمضان صبح رمضان صبحي وهو احد اهداف القلع البيضاء نادي الزمالك وفيه تواصل معه دلوقتي وفيه ناس بتلعب في دماغه دلوقتي تمرضة على نادي برمضان وادعى الاصابة وعاوز يحترف في نادي تركي جايله عرض من تركيا وحلمه الكبير انه روح الدور السعود لكن ما جالوش حاجة في الدور السعود لا من الاتفاق اللي عاوز حسين الشحاد ولا من الشباب اللي عاوز زيزو ولا من الشباب زيزو حسين الشحاد ماشين ماشين اللي بايش هقول ماشين ماشين جاي لهم عروض جاي لهم عروض ما قدرش اقول انهم ماشين ماشين مش عايزين نزعل الجماهير منين لكن جاي لهم عروض لكن رمضان صبحي بقى حس انه هو تراجع فنيا عاوز يطلع لأوروبا لتركيا مثلا او للسعودية او حاجة فوصل الى صدام مع ادارة نادي بيرامز وغيابه على قلق بقى شد ومش شد لكن المعلومات بتقول انه هو يعني هو ادارة نادي بيرامز مش على وفاق وانه سيكون هناك قرارا بشأنه في الايام المقبلة او في الانتقالات الشدوية لو جاب عرض محترم ب2 مليون من 2 الى 3 مليون دولار ممكن يوفقله انه يمس ويحط بعض المميزات لانفسه وهم كسماسر شطار سواء ممدو عيد او سواء عمري باسيوني اقدروا يعملوا عقود تدر عليهم دخل مال كبير عند بيعه لأي عنصر اخر او نادي اخر او ما الى ذلك لكن الانتقالات القادمة هي انتقالات ساخنة للغاية انتقالات ساخنة للغاية ان الناس عمالة بترتب وهيبقى فيها قلبة كبيرة جدا لان ايضا نادي الزمالك يرغب في دعمه صفوفه وابرام صفقات جمهرية وابعت انسى ان انا قلت لك ان زيزو مقابل رمضان صدر يعني زيزو يمسي وبرامز يجيب رمضان صدر ده يبقى مكسب كبير جدا 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 لادارة نادي برامز لو ادارة نادي الزمالك لو عرف التعوض رمضان صبحي لو عرف التعوض احمد زيزو برمضان صبحي ويمارس رمضان صبحي لانه ضغوط لارتداء الفنينة البيضاء لانه يبحث عن ظهير جماهيري وعن اعلام مساند وداعم له بعد بعده كده قفل نجمه نجمه قفل بالتواجد في نادي برامز لايك وشير وصلي على الحبيب قلبك النهاردة الزمالك هيلعب مع سجرادة ومودرن فيوتشر هيلعب مع اتحاد العاصم الزمالك غالبا طبعا مسافر بقيمة معروفة لكن غالبا يبقى تشكيله محمد عواد وحمز المسلوسي وعبدالغاني بلاش نقول التشكيل نقول قيمة عواد مع عبر احمد نفاد ومعاز علاء الدين خلط الدفاع عمر جابر حمز المسلوسي محمد عبدالغاني حسام عميجيد محمد طارق عبشافي عبدالله جمع حاتم سكر رحمة زكي دونجا روئة السيسي نمار زيزو شيكابالا نضاي أوباما في الهجوم سيف الجزير وناصر منسي وقى الموهبة الفزة سامسون أكينول طيب ومودرن فيوتش ما تحصل المبارسة تكون في السادسة مساء بإذن الله تعالى دي الجولة الرابعة دي الجولة الرابعة للفريقين الزمالك عنده تسع نقاط الفوز النهاردة ينهي خلاص أو حتى لو تعادل هو قادر على الفوز على سجرادة في أنجولا مجموعة ضعيفة وكده الجد يبدأ معاه من النوك أوت واللعب على دور التماني طيب بعد كده خلاص فيوتش مودرن فيوتش الاتنين اللعبوا الساعة 6 مودرن فيوتش والتحاد العاصن بعد كده كله هيتوجه إلى الامارات لكن الزمالك لن يشارك في السوبر مودرن فيوتش هيسافر إلى الامارات والآخر بعدما سفر سيراميكا بيرامدز هيسافر خلال أو خلال الساعات المقبلة أظن أنها يسافر بكرة أو حاجة استعدادا لبطولة السوبر طيب لايك وشير وصلي على الحبيب قلبك السوبر المصري يقام في الامارات العربية الشقيقة يومي 25 و28 الأهل هيلاعب سيراميكا ومودرن فيوتش هيلاعب بيرامدز والفائزان يلتقي يوم 28 في النهائي بإذن الله تعالى يوم 29 بقى على موعد مع السوبر الامارات سوبر بين شباب الأهلي ونادي الشرق شباب الأهلي يملك في جعبته خمس ألقاب خمس ألقاب سوبر 2008 2009 13 14 14 15 16 17 20 21 الشرق يملك لقبين 20 19 و20 20 22 و20 23 فريقين كبيرين يلتقي على أستاذ المكتوم بنادي النصر يوم 29 بإذن الله تعالى مباراة ينتظرها كل عشاق السحر المستديرة في الإمارات العربية الشقيقة تم ترح تزاكر السوبر الإماراتي شباب الأهلي هو بطل الدوري بعد غياب عدة سنوات والشرق هو بطل كأس رئيس الدول بعد الفوز على العين في ماراسون ماراسون طول جدا من ضربات الترجيح انتهت 13-12 للشرق نتمنى بإذن الله تعالى يبقى السوبر المصري والسوبر الإماراتي يعني كده حاجة جميلة دايما ونتمنى الإمارات العربية الشقيقة التوفيق دائما في استضافة الأحداث الرياضية العربية والمصرية والعالمية نحب الإمارات شعبا وحكاما دمتم في أمان الله سلام عليكم